احمد خالد توفيق ولشان كده لما ظهر كتاب صوتسي بيحمل اسمه اسطورة احمد خالد توفيق كان من الطبيعي اننا نشوف اهتمام جمهيري كبير به خصوصا لما يكون الكتاب كمان بصوت الفنان المحبوب احمد امين تفاصيل اكتر عن الكتاب وعن شخصية دكتور احمد خالد توفيق احنا عرفها من الشاعر والصحفي خلف جابر مؤلف اسطورة احمد خالد توفيق صباح الورد عليك صباح الورد عليك صباح الفول عليك تكلمنا بقى عن الكتاب اللي عامل ضجة كبيرة زي ما انا بقول الله يخليك هو الكتاب باختصار شديد هو قايم على فكرة تناول قصة او سيرة حياة الدكتور احمد خالد توفيق من خلال من اسمه كده اسطورة الدكتور احمد خالد توفيق الدكتور احمد كان بيكتب قصص قايمة على فكرة الاسطير فبالتالي لما جيت كتبت عنه صنعت سيرة موازية اشبه باسطورة بتناول من خلالها حياته برده فالكتابة من نفس عالمه الادبي وحياته الشخصية وتم تطفيرها كده بشكل ما يعني اللي بيسمعنا دلوقتي هيقول الكتاب ايه سيرة ذاتية نقدر نقول كده الكتاب سيرة ذاتية يمكن برؤية مختلفة او بطريقة مختلفة على حزب ظن يعني وهذا العنصر القصصي او التشويقي كان مناسب اكتر لصنع الكتابة الصوتية فبالتالي كان لازم احط عنصر فيه دراما عنصر فيه تشويق ما يبقاش الموضوع مجرد تدفق معلومات يعني وعاش ومات وولد وحصل هذا اللي حصل لابد ان يحكى بشكل مسير وبشكل جازب للمستمع او للقارئ يعني فبالتالي كان هناك كثيرة موازية للسيرة الدكتور احمد خالد توفيق لكن المستمع طول الوقت او القارئ طول الوقت قادر على التفريق ما بين المتخيل والواقعي او المعلومة والخيال او الكتاب طب خلينا نقول ان دكتور احمد خالد توفيق يعني اول كاتب عربي يكتب فيه مجال ادب الرعب وطبعا الفنتازيا وادب الشباب والكلام ده كله فهل ده كان سبب انك تختار الشخصية دي بالتحديد انك تكتب عنها كتاب يعني سبايسي كده زي ما بيقول يمكن تأثيره وحضوره الادب الكبير جدا هو الدافع الاول للكتاب عامد دكتور احمد خالد توفيق ما حققه من شهرة كبيرة جدا ومن تأثير يعني هذه الشهرة كان لها تأثير في صنع اجيال متعددة ومختلفة ومن شراح وامورية مختلفة اصدر فيهم تأثير زي ما حتك وصفتي انه هو بالنسبة لهم صديق وقب هو تأثير يمكن ما احدثوش كتب عربي في نفوس قراءه يعني هذا التأثير المباشر في صناعة القارئ ده في صناعة حياته وفي توجيهه ما ظنش انه تحقق من خلال بعدا عن التأثير الادبي هو التأثير النفسي كمان أو التأثير في تكوين هذه الاجيال وتكوين ثقافتهم كانت دكتور احمد وصاحب الريادة في هذا الندمار يعني فبالتالي اختيارة دكتور احمد كان موزج ناجح يجب تقديمه للشباب وللجميع يعني واحتفايا برضو بمسيرة نجاحه كانت دافعه والمحفز الاول للكتابة عنه بشكلها سلسلة ما وراء الطبيعة لما نزلت في التسعينات قلبت الدنيا انت بقى تعمقت في موضوع السيرة الزاتية ده واكيد عندك مصادرك ومعلوماتك ولينا بقى ايه السبب هي يمكن بشكل عام الكتابة ادب الرعب او هذه الغرائبية هي بتروكل الجمهور شوي فكرة بعيدا عن ان هي برضو كان شكل جديد هو اول كاتب عربي هل كان فيها اي حاجة قائمة على مثلا قصص حقيقية كان فيها حاجات قريبة من حاجات احنا شعب بشكله او بطبيعته يعني مهتم بفكرة الاسطورة يعني لو رجعت الحواديثنا والاساطيرنا والقصصنا وازيس وزوريس احنا طول الوقت بنامين لفكرة الغرائبية وحتى الحواديث عندنا اللي بتحكي للاطفال هتلاقيها على اختلاف ماكنها الجغرافية يعني قائمة على الخيال الخيال اللي هو تحس انه الأجرب لألف ليلة والليلة وحصل والعفريت وبرجل مسلوخة فبالتالي احنا احنا كشعوب عربية خيالنا طول الوقت بيأمل للقصص اللي هو القائم على الشطط الكبير من الخيال وأدب الرعب بنسبنا ومنستهوي أكتر يعني فبالتالي انا بشوف ان ده سبب كبير جدا في نجاح أدب الرعب في العالم العربي وفي مصر تحديدا يعني وهذا التأثير الكبير طب خلف انت روحت بقى بالكتاب مش بس قصة سيرة ذاتية لأ انت قررت ان الكتاب هيكون كتاب صوتي ومن أجمل الحاجات اللي انت قررتها الحقيقة ان الفنان أحمد أمين يكون الكتاب الصوتي ده بصوته فحكي لنا بقى عن العملية دي ليه قررت ان هو يكون كتاب صوتي مع ان السيرة ذاتية ممكن تتكتب عادي في كتاب كتابي عادي يمكن بس القرار ما كانش قرار فردي يعني مش بلو انا قررت بس هو كان صناعة في الأول وفي الأخير اه الشركة المنتجة هي كانت اللي هي انا من الأول كنت بكتب سير يعني كنت كتب سلسلة ألف سيرة وسيرة كانت تناولت فيها ست شخصيات مختلفين وممكن نقشناهم صحيح فبالتالي لما جات الكتابة عن دكتور رحمد خالد توفيق فانا رشحت للكتابة عنه يعني مش انت اللي اخترت الشخصية هي الشخصية تم طرحها وانت ترشحت اه ترشحت اللي انا كتبته ومكانش ترشح مباشر كمان كان فيه فكرة تنافسية فكرة ان كل كاتب هنخاطب اكتر من كاتب ولا يجدم معالجة مناسبة دي هننفذها فبالتالي انا جدمت برضو المعالجة فتم اختيارها يعني بخصوص اختيار الفنان احمد امين هو كان تم ترشيح العمل الفنان احمد امين وهو طلب انه يجرى العمل اول يعني هو كان شرطه الاساس انه يجرى العمل كاملا جبل الموافجة او الرفض فلما جرى العمل هو عجبه جدا يعني الحمد لله وبعد كده وصلوا لي انه هو رايو في العمل وانه هو خلاص موافج انه لازم يسجل العمل وبالفعل خدنا مراحل تسجيل العمل مع الفنان احمد امين في حد ذاته واختيار انا بشوف انه هو موافج جدا لأدت اسباب اه يبالك هو فنان مثقف جدا فوق ما انت متخيل اه وكمان بيقرأ كتب بشكل هو هو احد تلميذ الدكتور رحمد خالد يعني الناس بتشوفه ممثل ومزيع نا هو صح في اصلا بالضبط لكن ما وراء الطبيعة بقى عند احمد امين كتير اه هو فنان مثقف جدا ومطلع كمان على عالم الكتب يعني اللي اتفاجئت به مش انه هو كمان مواكب لفكرة الكتب الصوتي ومطلع عليه بشكل اجنابي وبشكل عربي وهو احد على علاقة مباشرة بأدب الدكتور رحمد خالد توفيك كاحد قراءه وبرضه كصالح طب احنا بنتابع مع حضراتكم وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث شفنا مع حضراتكم فخامة الرئيس السيسي وهو بيلتاقت صورة اسكرية مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمدينة شرم الشيخ نرجع لحضرتك تاني استاذ خلف كنا بنتكلم عن الكتب الصوتية بنتكلم عن الكتاب اللي تم اختيار احمد امين ليه اداؤه بيصوته نتكلم تاني نرجع بقى للموضوع ده ليه كتاب صوتي بشكل عام والكتاب الصوتي يمكن مش بديل عن الكتاب الورقي لكنه شيء احد ادوات ممكن نقول احد ادوات تجديم المعرفة هو شيء مواكب للعصر الحالي بما يشهده من سرعة وبما يشهده من ادوات تكنولوجية برضه تفتكر ممكن الكتاب الصوتي يبقى بديل عن الكتاب الورقي خلال الفترة اللي جاية تفتكر ممكن يحل محل الكتاب ده للابد خلاص بأن ناس تستغنى عن الكتب الورقية لا لا انا بشوف ان الكتب الورقية بالتالي يعني يمكن نقولش ده جبل كده لما ظهر البي دي اف برضه جاله ان هو هيكون بديل عن الكتاب الورقي الكتاب الورقي فيه ناس بتقتنيه لمجرد الاقتناء زي التقف كده لاشياء السمينة فهو ليه شعور خاص هيفضل هو وسيلة التدوين البشرية الاولى الكتابة بشكل عام اما الكتاب الصوتي فهو الاقرب للمسلسلات الازعية او الاداة الصوتية اللي بنجدم بيها يعني هو لما بدأ بدأ كوسيلة لتوصيل المعرفة للمكفوفين مثلا احنا ممكن نقول ان هو صوتي او ورق هو وسيلة لتوصيل المعلومة هو وسيلة وممكن يكون الكرار انتاجي عشان نوفر في الورق والطباع هو مناسب لما يشهده العالم حاليا يعني كان فيه ازمة ورق مثلا وازمة في نقل المعرفة من الدول الاخرى بعد مثلا توقف حرقة الطيران او الصفر او بشكل عام يعني توقف حرقة النقل بين الدول سواء ايام ازمة كورونا فبالتالي كان الكتاب الصوتي هو الاقرب والانسب للوصول للمعرفة كان الانسب لكل الناس اللي هم موجودين في بيوته صحيح بداختة زر بداختة زر او طول الوقت جادر للوصول بشكل اسرع للكتاب اللي هو عايز يسمعه وبما كمان مناسب لحياته الجديدة اللي هي جامعة لنزال في البيت فطول الوقت انت حابب تسمع شيء جديد فيه بقى مزيكة فيه دراما ما فيه عناصر اخراجية كمان بتدخل فيه اخراج هذا العمل بيبقى فيه مخرج للعمل طب المعايير كده افهم منك ان المعايير مختلفة تماما انت كاتب وكتبت كتب ورقية كتير وكتبت كتاب صوتي طبعا فاي ايه اللي اختلاف في المعايير ما بين النوع ده من الكتب والنوع ده من الكتب ككاتب ممكن نقول ان المستمع هنا شريك في صناعة الكتاب الصوتي لانه لازم طول الوقت الكاتب يبقى يعني يضع في نصب عينها زي ما بيقوله المستمع انا طول الوقت بتعمل معاه بشكل اذاعي انا طول الوقت لازم يبقى فيه عنصر درامي مشدود على اخره بحيث انه ما يملش مني ويكفل هذا التطبيق او ينصرف عن الكتاب فبالتالي انا بحط له عناصر اضافية براعيه اثناء الكتابة في انه يبقى فيه شيء مشوق زي ايه بقى زي مثلا خلج القصة خيالية في تناول سيرت احمد خالد توفيج هذا العنصر التشويقي في الاول وفي الاخر من غير ما يمل كمان اثناء القارئ الصوتي لازم اراعيه برضو في الكتابة لانه واحد صناعي العمل ما هكتبلوش مثلا جمل طويلة فبقى مرهقة اثناء التسجيل براعي ان الجمل تبقى مصيرة بشكل يقدر هذا القارئ ايا كانوا مين اكيد ما بعرفوش اثناء الكتابة بس براعيه في الكتابة الجمل اكثر ما باخدش براعيه الجمد تفتكر احنا عنوان نقصر كده في الجمل ونقصر في كل حاجة الحد فيه يعني زمان كدت الاغنية بتوعد ساعتين لحد فترة مثلا التسعنات كده بتوعد ستة والسبعة دقائق دلوقت الاغنية لو عدت الديقتين تلاقي الناس ملت وزهقت فايه اللي وصلنا لمحاتة ان احنا يعني خلقنا بقى ديق ولا ايه مش قادرين نقرأ مش قادرين نسمع كتير انت ككاتب وانت بتكتب خايف الشخص القارئ او اللي بيسمع حتى يملي منك فايه اللي موصلنا لكده لدرجة ان حتى صناع الاعمال دي بقى محارسين جدا ان كل حاجة تكون قصيرة كل حاجة تكون كابسولة زي اه هو بس فيه عنصرين هنا للامر يمكن انا اقصد بجسر الجملة هو جسر البناء الفني لها يعني بناء الجملة نفسه يبقى قصير في الالقاء اما فيما يخص عنصر السرعة وتأثيرنا به فهو تأثير بكل شيء سريح حوالين زي ما قلت حضرتك سهولة الوصول للمعرفة بخلنا في اقعنا سريع الحياة اليومية بما تحمله من جوانب متعدة جدا خلنا طول وقت عايزين نجوم باكتر من عمل في نفس الوقت يعني السيدة اللي في البيت مطالبة ان هي طراعي عابنائها وطراعي وتحضر وجبة الغدر كانوا بيعملوا كده زماني واستاذ خلفوا وكانوا بيعودوا يسمعوا عمو كلسون بس المقدمة بتاعة الاغنية ساعة قبل من الستة الاغنية لا ايوة بس الاقاع نفسه بتاع العصر كان هادي فبالتالي بالنسبة لهم مثلا كان نحمل عبدالوهاف فنان شاب فاللي هو مش ممكن يكون يشوفوه ده بيجدم اغاني ركيكة او بيجدم اغاني سريعة بالنسبة لهم فدي الفكرة كلها العصر بما يحمله من ازمات بما يحمله من صراع هو اللي بيحدد يعني يكون نجول نسبية كده زي هينشتين يعني هذا التعامل بالنسبية مع الوقت هو اللي بيحدد هو سريع ولا بطيء انا لما اوصل الشغل في ساعة غير لما اوصل في مصف ساعة غير لما اوصل الزحمة اللي حوالينا بيحمله من صخب مقلال الانسان متوتر طول الوقت فعايز اسرع شيء يقدر يحجج به هدفه يعني صحيح احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة الشاعر والصحة في خلف جابر شكرا اللي حدود ولينا لقاء تاني اكيد سيدة مشاهدين احنا مستمرين معاكم في تقطية الاجتماعات السنوية لمجموعة التنمية الافريقية الاجتماعات اللي بتتم في اطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وطعميق التعاون مع الاشقاء الافرقى في كل المجالات وخاصة من النحية الاقتصادية